بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي الطلبة اعزائي الطلبات طلبة الصف الاول السانوي يقال ندم تسريبي متحن الرياضيات نصيحة بس الاول مني ليكو قبل لما نبدأ اه انت ممكن توقف الفيديو تبصوا براحتك الصورة واضحة اه نصيحة الاول بس مني ليكو ما تعتمدوش عكا المهزلة والكلام ده خالص بعد كده يعني ما تحطيش في دماغك والكلام من ده ان ان ده مهزلة بجميع المقايز ده مهزلة فبعد كده مش هيبقى فيه الكلام من ده خالص فتحط في دماغك ان انت تزاكر وتتعب وتجتهد وده التعليم لو ما حصلش الكلام ده كده يبقى ده مش تعليم وده مهزلة اينا الصورة مش واضحة شوية بس اه حتى يعني ممكن تفهمها من من المسألة والمذاكر ما بيهموش اي حاجة واهم حاجة تزاكر وانا بنصحكم يعني بعتبركم ان انا زي اه ابوكم كده وانتو زي اولادي فانا ما فبنصحكم نصيحة يعني هي الافية ليكم من ان انتو تاخدوا الايجابة على الجاهز لان التعليم اول عملية في عملية من عمليات التعليم زي ما العالم بلوم قال اه الحفظ ثم بعد كده الفهم وحطها تحت الفهم دي بقى الف شرطة لان الاوبين بوك باعتمد على الفهم ما باعتمدش على الحفظ وهو الفهم هيسهل عليك الحفظ يعني حط تحت كلمة الفهم دي مليون شرطة بعد كده طبعا التحليل والتركيب والتطبيق واخر اه عملية من عمليات التعلم هي التقييم ان انت تقيم الحاجة اللي قدامك دي وتقول رأيك فيها وتنتقدها فانا بنصحكم نصيحة لله ما تحتمضوش على الكلام ده خالص الكلام ده ما هزلب جماعك ما يعني فاتفكروا على الله واعملوا اللي عليكم وذاكروا كويس جدا مرة واتنين وتلاتة الحاجة في البداية التعليم بتاعها اي حاجة بيتعلمها جديدة في البداية بتبقى صعبة ومش مفهومة بعد كده بتبقى سهلة مع التكرار ترجمة نانسي قنقر ممكن توقف الفيديو او توقف الفيديو وتشوف براحتك الاسئلة بتنقلها براحتك عشان بس ما ضايعش وقتكو تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ان تتبعه جديد والاعجاب بالفيديو مشاركة الفيديو مع اصدقاء غيرك والتعليق اسفل الفيديو لو حتى بكلمة تام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة وتفعيل الجرس والاعجاب بالفيديو مشاركة الفيديو مع اصدقاء غيرك وتعليق اسفل الفيديو لو حتى بكلمة تام ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته